موسيقى يا صباح النور والجمال والسعادة والتقل الإجابية أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سينيوريتا نهاردة حلقتنا بتتكلم عن حلم كل بنوتا وكمان كل شاب آه فعلا البنات أكتر بس كمان الشباب بيبقى ليلة العمر بالنسبة لهم هنتكلم عن يوم الفرح يوم الفرح هو ليلة العمر ويمكن العروسة وبالذات العروسة اللي بتكون حريصة جدا عن شكلها في اليوم ده وبتفكر هيبقى عامل ازاي فستانها الأبيض هيبقى عامل ازاي وهتعمل ايه في الفرح وفين والوردة هيبقى لونه ايه والترثة هتبقى كم دور وغير وغير من التفاصيل بتبقى العروسة ومامتها واختها وصحابها عفي حيرة جمدة جدا أجواء كلها توتر الاختيارات بتبقى صعبة جدا ومن ضمن الحاجات اللي بتوترها بعد ما خلاص رتبت كل حاجة إنها تلاقي حد مثلا منتقد من صحابها او من قرائبها يكرهها في الدرس او الميكاب او في حاجات بتزود من التوتر عندها لذلك ناس كتير بدأت تلجأ لويدنج بلينر وهو منظم الحفلات او الافراح تلجأ لها عشان بتكون عارفة كويس قوي يناسبك ايه؟ تلبس ايه؟ تحط ميكاب ايه؟ الشعر يبقى لونه ايه؟ بتهتم بكل تفاصيل فرحك وكمان بتهتم بالفرح يمشي ازاي ايه الفقرات اللي تتعمل ايه اللي يبدأ الاول و ايه اللي نختم بيه ايه اللي رأسة اللي هنرقصها كل التفاصيل دي بتهتم بيها بصراحة بتساعدك لدرجة انك بتبقي مرتاحة جدا بدل ما تدخلي في مجهود وحيرة وتوتر زي ما كان بيحصل زمان فازاي نعرف كل التفاصيل دي ونعمل فرح حلو ولطيف وشيك ومش مكلف اوي اوي وكمان ناخد بالنا من ايه بعدنا عن التوتر ده هنعرف كل التفاصيل دي مع دفتنا الجميلة اللي منورانا الويدنج بلانر والبلوكر الشهيرة فاطمة شازلي ديك يا وزوري تعمل ايه؟ انا مش عارف ان انا ممكن هعرف اعمل معاك حرارة جدا لا انا انا مجال نورتينا ونورتي القناة هي ومصودة اوي 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 باستضافتك نورا بيك يا روح قلبي عاملة ايه؟ الحمد لله زي الفل طيب وليلي الفكرة جاتك ازاي ان انت يعني تدخلي ان انت تبقي ويدنج بلانر وتبقي مهتمة بالعروسة وبشكلها لانها تفاصيلها بتبقى صعبة اوي ومسئولية كبيرة جاتك الفكرة ازاي؟ هي مش فكرة على قد ما هي كانت هوية وكانت حاجة نفسي عملها اوكي لان اصلا ده ما كانش مجال دراستي ولا مجال حتى الشغل اشتغلت فيه يعني انا في اول حياتي خالص كنت بشتغل في البورسة وفي بنك وحاجات كده ايه ده؟ حلقة خالص بشغلي ده بس ده كانت هوية انا نفسي فيها ودايما كنت بحب الالوان وبحب بحط حاجات جنب بعض الديكور بشكل عموما ايه فبدأتها واحدة واحدة لحد ما مشتغلت فيه ومبسوطة فيها؟ مبسوطة فيها او متعبة؟ مبسوطة هي متعبة بس في نفس الوقت لما بتعملي فرح او حفلة بعد لما بيخلصوا انت بتبقي مبسوطة بمجهودك بس بتتعبي اه طبعا بتتعبيهم الفرح انا عارف تتعبي جدا انا عارفت بنتعب طبعا يوم الفرح وبنتعب قابليها في التفاصيل كتير اللي احنا يعني مثلا ببقى عيشها مع العروسة لان طبعا انا ساعات كتير بيبقى فيه بنات بتضغطني انا شخصيا يعني هي بتبقى مضغوطة فالضغط بتاعة ده بيوصلني انا طبعا لان انا دوري ان انا هديها صح وما تخفيش وده هيطلع كزا طب نحط ده وفيه بقى ناس طبعا بيبقى عندهم كل يوم برأي كل ساعة برأي طب نشيل ده ونحط ده طب نعمل ده طب نساوي ده بس في تفاصيل كتير قوي ده حقيقي في زل الظروف والغلل اللي بقينا فيه والحياة بقت صعبة عموما على الشباب فبقى ناس كتير بتفكر انها تلغي فكرة الفرح فيه ناس بتفكر انها مثلا بدل ما تعمل فرح الفلوس دي يحوشوهم بتساعدهم بعد كده في بداية حياتهم او بيفكروا ان هم يسفروا سفرية بسيطة ويلموا موضوع ان لانه الفرح طبعا تكلفته بتبقى كبيرة جدا بس بنات كتير قوي بيبقى بالنسبة لها الفرح اهم جزء في الجواز وده اكيد طبعا انت بقى مع ولا ضد لا انا مع طبعا ان ما فيش واحدة ما تعملش فرح مش عشان دي شغلتي حتى لو هتعمل فرح صغير وعلى قد حتى لو من غير ودنج بلانر حتى يعني تعمل فرح على قد ظروفها قد البودجت اللي هم يقدروا يدفعوه ان شاء الله يعني اي فرح بس نوم ان هي تعمل فرح وتلبس فستان ابيض يعني دي ليلة العمر يعني لو بنيوتا مثلا هي وجوزها لسه صغيرين وفي بداية حياتهم عندهمش الامكانية ان هم عندهمش امكانية كبيرة يعملوا فرح هل ببودجت صغير صغير اوي نقدر احتلع عليها السمعة جامعة في موضوع الاسعار ده لا بجد لانه في بنات مثلا بيقولوا لا مش هنعمل عشان بيبقى عندهم تخيلوا ان الموضوع يبقى مكلف جدا هل نقدر نعمل فرح بسيط وحلو وجميل ونلبس فيه الفستان الفرح ومع ذلك يبقى البودجت صغيرة ما انا هقولك بقى البودجت صغيرة دي بتبقى ان هي مثلا فيه اماكن عندنا في مصر تمام بتبقى مخصصة للارقام الصغيرة او الناس مثلا اللي ما عندهاش بودجت تعمل بيه فرح يعني مثلا بتبقى عايزة تعمل الفرح سيء مثلا تكلفه اربعين خمسين الف ستين الف فيه اماكن عندنا في مصر مخصصة كده بيبقى الديكور وفيه بسيط وكوشة وكده ايا كان ايه شكله المهم انت ما تتنزليش عن اليوم ده اللي انا اقصده ده حقيق فهمت ليه الجمع صحابها والجمع العيلة يعني هي اللي انا واحدة في العمر يعني تعمل حتى لو حفلة صغيرة اني دا يوم واحد السفر بيجي اي وقت ان هي تبدأ حياتها بعد كده مثلا انا بقى عايزة حوش يعني كده كده طبعا ربنا بيكرم اي حد بس الفكرة ان انت لازم تعملي فرح عشان دا يوم واحد في العمر بيبقى ذكرى وبتوريها بعد كده لأولادك وإحفادك بزبط انها بعد كده هتندم هتروح اي فرح هتندم ياريتني كنت عملت فرح فانا ليه طول الوقت اوصل نفسي الاحساس دا ان انا في حاجة معينة انا ما عملتهاش ومن العفراح اللي انت بتنظميها بتجيبي برضو يعني بتكوني متواجدة او بتكوني من ضمن تنظيم حفلات لمشاهير اه عايزين نشوف الفيديو اه دا شغل فاطمة طحفة قدي ايه رقيق دي كانت معمولة في الصيف دي فكرة جديدة اه فعشان كده دا كان المدخل بتاع العريس والعروسو سوري بتاع الجست دا كان الانترنت بتاعت الجست فاحنا عشان كنا في الصيف بقى وفي شهر سبع وكده بصراحة بصراحة الفرح دا كان مكلف كتير قوي اه بصراحة مش قوي والله لا مش قوي لان مش هنفع اقول مين يعني صحاب الفرح بس كانوا الناس حباي بقى فطبعا كنت مزبطاهم جدا 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 كنت بتحاول تلمي لهم الدنيا كنت لما لهم الدنيا بقى بس لا يعني ما كانش مكلف بالنسبة للشغل اللي معمول عليه يعني اي بنت ممكن تعمل فرح اي كابلز ممكن تفرح طبعا وتنبست وتهيصي وتلبسي فستان الفرح وانت تلبس البدلة طبعا بامكانية اللي انت اه او انت تقدروا عليها وتقدروا ان انتم برضو ما تبوش على نفسكم قوي وفي حين الوقت تنبستو وتفرحوا طبعا ايه المواقف الغريبة اللي حصلتلك وانت بتجهزي فرح خلينا نقول انه خمسين في المية في مجتمعنا الفرح ما بيبقاش قرار العروسة والعريس بس وقرار الحموات بيبقى قرار الام والحمة والخالة والعمة والبنت عامة والجران وصحاب بصي هقولك على حاجة انت الغريب ايه من الاهل قصدك ايوة يعني فرح مثلا حصل فيه مشكلة تقصدي بالزبط عادي ليلة الفرح تخنقوا على الايمة الجوزة بسط ده اقدر حاجة اقولك يعني اكتر حاجة ممكن اقدر اقولك عليها طب وانتو بتختاروا يعني بيبقى مين اللي بيختار معاك معلش العروسة والعريس ولا مامتو ومامتها برضو لأ العروسة وفيه ناس كتير جدا العروسة ومامة العريس لا اصلا انا ماما عايزة كذا بس انا شايفة مع احترامي لكل ام تمام انها يعني انا مثلا انا هو كافات ما انا مثلا لو ابني مثلا انا لو عندي ابني طب انا جماعة مش بخلفوا اي حاجة بس عشان انا بدي مثال يعني لو انا مثلا في يوم من الايام مثلا ابني جايه هيتجوز او حاجة لا طب انا اسيبه هو اللي يختاره هو عروسة ايه ده يومها مش يومي لو انا نفسي في حاجة معينة يعني دايما اغلب الامهات اللي هما الناس الطيبين قوي بيبقوا نفسهم في حاجة واحدة الزفة الدوميوطي في عروسة تيجي تقولك لا انا مش عايزة زفة وبتاق ساعيت انا بقولها دي الحاجة الوحيدة اللي مش قرارك في الفرح لان اي ام سواء ممتك او ممتو بيبقى نفسها ان هي تشوفك في حتة يعني الفريم بتاع الزفة بس الزفة دي اهم حاجة الفرح تيجي تقولي طب انا عايزة لغيها اه ممتو او لا دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتقدمش فدي الحاجة الوحيدة دايما اللي انا ببقى مع ام العريس وام العروسة فيها جدا اي بقى حاجة تانية كالوان كاختيارات انا شايفة دي من حق العروسة والعريس مش من حق حد تانية بس برضو خليني اقولك ان برضو الام بتبقى بتكبر وبتربي ومستنية ان هي تشوف اليوم ده يوم فرح ابنها فبيبقى عندها برضو شوية امانة انها تعمل فرح بطريقة معينة ما عنديش مشكلة بس ما تضغطيش العروسة او العريس بذب ما هي هقولك يعني هي تختار عادي معهم بس انا شايفة ان حتة الديكور والالوان دي بتاعت العروسة والعريس هي بقى نفسها فحاجات تانية في الفرح نزودها مثلا نعمل حاجات في تزود مثلا كورنر هنا مثلا عايز اعمل في حاجات عايز اعمل مثلا في اي بي اريا بس انا بتكلم في تفاصيل تانية خالص دي بتبقى من حق العروسة والعريس ده حقيق من المصادر الخاصة ومن عرفت انه كنت بتنظمي فرح او كنت بدأتي وكان ما عنديكيش وقت ان انتي اصلا تجاهز الفرح ده وقابلتيه من كتر الحاح العريس والعروسة وبعد كده هبا فاضل للفرح يوم العريس تبخر اختفى هو مش اختفى على قد ما هو قابل الفرح اللي انا حس ان انا مش جاهز يعني ايه مش جاهز يعني انا نفسي انا جاتلي صدمة انا عايز اقولك ان في ناس من من الجست راح التاني يوم من القتال احنا طبعا بقى ماشتغلناش احنا وقفنا شغل فطبعا انا اصلا انا اي فرح بروح من قابليها بيوم تمام الكلام ده بقى واحنا في نص الفرح تمام الخبر وسلي واحنا في نص وانا في نص وانا في نص الشغل قصدي تمام تمام حاس ان انا مش قادر حاس ان انا مضغوط يعني ايه مضغوط ممكن خاف جاله تراب طب رجعوا بعد كده مع بعض لا ما عارفة ما سألتش وما حاولتش عارفة بان انا حتى تكساف تسأل البنت في يوم الايام انتو رجعت ولا لا اكيد طبعا لاني لا هي هي واجعيكي قلبي لدرجة ان انا تكساف تسأل عليها طب رجالة توكسك في حياة فاطمة الرجالة توكسك في حياة فاطمة يعني تمانين في المية توكسك كلهم بصي دلوقتي معظم الرجالة تمام لا هم مش توكسك عادي بس فيه طبعا ناس كويسين جدا برضو تمام وزي كده كده في حياة اي حد فيه الحلو وفيه الوحش بس التوكسك لا هو التوكسك يعني التوكسك دايما ده بيبقى انسان مؤذي هو مش حاسس تمام بيبقى دايما من كتر الازل ده انت عارفت يعني فسرتي ازاي ان هو ممكن يكون توكسك مين يعني ان انا قابلتهم في حياة ما هو التوكسك انا فسرته ان ده بيفضل طول الوقتي زيني هو بيبقى اصلا انسان مضطرب نفسيا فطول الوقت بيزيني فهو من كتر ما هو مقتنع انه هو صح هو مش شايف مش شايف غير اللي هو بيعمله طب انت بتقذي هو مفيش هو اللي انا بقوله هو طبع التوكسك سواء تصرفات سواء كدب سواء سوء معاملة فهما فلا يعني ممكن يبقى كل ساعة بحالة لا انا مش قادرة طب تفاديتيه ازاي يعني تلاتي من الموضوع ازاي يعني ليه ما شفتش فاطمة مثلا يعني انا هقرر اتجاوز واعمل فرح طبعا انت هتعملي فرح يعني هيبقى بم بس هاسبقى يكون تعملين فرح كل الامقار هاخد انا ازاي تفاديتي وما كملتيش مش قصة تفاديت على قد ما انا قلت لا انا عملت ستوب قلت مش قادرة اكمل خلاص يعني دي حتى حاجة شخصين كان انا اول مرة اتكلم عليها لا قلت خلاص مش قادرة اكمل مش قادرة ان انا ابقى في هدك مش قادرة ابقى في ضغط مش قادرة كل يومين بحال انا النهاردة هو شخص كويس جدا بكرة هو شخص غريب كدب 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 طول الوقت انا اكتر حاجة في حياتي اكرهها والله العظيم يا وزرس الكدب انا صراحتي ساعة بتعمللي مشاكل مع ناس انا عارف يعني كان الشخص ده بيجدب من اجل الكدب يعني مثلا صباح الخير انا صاحي من الساعة تمانية الصبح هو يبقى صاحي من رابع ساعة ليه فهو بيجدب من اجل الكدب بس على فكرة انا عايز اقولك معلش ممكن اختلف معاك في الموضوع ده انا بتعاطف احيانا مع الناس التوكسك بمعنى؟ على قد ما هو مريض يعني لما باجي اكتشف ان هو فعلا مريض انا بيصعب علي فبقى زعلانة على مرضه اكتر ما زعلانة على الحاجات اللي اقزي لعملها انا 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 ليه استمر في علاقة كده ليه طول الوقت حدي متحكم فيا مع ان معلش لأ انا الحياة قدامي وفي بدلك الف واحد اكيد طبعا يعني لأ يعني كده كده يعني متشيكة ومتجهزة وعلى سنجة عشرة وامر هي ومامتها واخوتها وشلتها واسحابها مش رايحين ينبستوا ولا يفرحوا للعروسة رايحين يشوفوا ايه هي اخطاء الفرح ويعلقوا عليها طبعا ولو ما فيش اخطاء بيطلعوا اخطاء بيطلعوا اخطاء واول بند بيتكلموا عليه البوفي ومن وجهة نظري كله يلغي بند البوفي من الفرح لأ مش درجة نلغي بند البوفي انا دايما لما مثلا عروسة تيجي تسألني نعمل الفرح سيت مينيو اللي قابل بوفي اقولها لا لا انت لو انت لو عملت سيت مينيو نزل على الترابيزات مهما تحطي في حاجات هيقولك الاكل كان قليل ما عليش عايزة اقولك على حاجة هو فعلا الناس اللي بتفكر انها ما تعملش فرح يعني برضو بتكلم انها هي ممكن يكون عندها حق انا اصرف فلوس ومجهود وتوتر افرس وتعب وفي الاخر الناس اللي انا عزمها تروح تنتقدني اصرف فلوس ومجهود عشان انا اتبسط يبقى اعملوا ما بيني وما بين اهل وآله بالضبط وفي الناس انت غضل عنك يبقى مضطرة ان انت تعزميهم فكده او كده او كده كده المصريين عمتا او احنا كشعب كلنا بنحب الهزار والضحك وكده انا اصلا واحدة اصلا عادي بعضة تنمر على صحابي انا احنا انت مدرمين من درجة اقولنا بالضبط يعني حتى ممكن نتنمر على بعض واحنا قاعدين بس عملي ما هاكسر فرحة عروسة وعملي مصرح اقولها لأ انت شكك كان وحش كان ممكن تعملي ميكاب احلى من كده يعني انا في مرة كان فرح كنت انا عاملاه والفرح ده بصراحة كانت العروسة والعريس مش مش مقصرين في اي حاجة اغلى حاجة كانت بتجاب اكتر يعني بصي بفيه ما شاء الله ما اقولكيش حتى يعني الدريس كان برقم الميكاب كان برقم الفرح اللي يقوله المشاهير اه لا كان حاجة تانية ما انا هقولك بقى الفرح ده كان عيبه ايه والعروسة انا روحت معيها عند الديزاينر تعمل الفستان وهي ممكن كانت هي صغيرة فهي بالنسبة لها يعني ما كانتش عارفة تختار قوي كان فيه يعني كان يعني كان فيه سوق اختيار شوي فالمهم انا سبتها طب عملت ايه تمام فانا بعدها ما تبعتش خلاص قلت هي تزبط الفستان هي كانت مع ديزاينر معروف والله العظيم تلاتة يوم الفرح الصبح انا بقى يشوف بقى الفستان بقى يعني انا عايزة بقى اتفرد ده خلاص بقى ده بقى انا خلي بالك الفستان عليه جزء اه طبع من ان هو يبقى لي ديكور فرح يخلي بالك اه طبع طبع فهمه وبفتح الكفر بتاع الفستان انا جات لي صدمة انا فضلت وقفة كده ليه من كتر ما الفستان كان سيء 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 لدرجة فحتى البنت قيت لي ايه الفستان وحش فانا غاز معني مينفعش خلاص الله وحش انت لها يا حبيبتي تحصة والف مبروك والكلام ده بقيت اصور عروسة من ضهرة ما قدبتش اصورها من وشاء والله العزين معلش انت برضو برضو بيقولوا ايه القلب غالب واكيد طبعا هي حلة الفستان بالزبط كلميني عن الفرح اللي حضروا عدد من المشاهير من غير بدون دخول طبعا طبعا الفرح ده يا جماعة ما كانش ينفع حتى نكتب اسامي الناس كانت حاجة برايفيسي لأهل العريس والعروسة ما كانوش عايزين يظهروا حطينا ساعتها ستيكر على كاميرا الموبايل تمام عشان ما منوعي التصوير كان فيه جاردوت عشان اي حد بيرفع الموبايل ما كانش ينفع هم كانوا عايزين حاجة برايفيسي ليهم كانوا عايزين حاجة ليهم بالزبط وفي نفس الوقت لأ الفرح ما شاء الله كان مصروف عليه اهو الفرح كان حضر فيه ريدا البحراوي وفيه هايفا واهبي ممكن بس يجيب الفيديو هايفا هي طبعا وكان عسيلي عسيلي وبوسي وبوسي برضو كانت موجودة وفيه برضو ديكور الفرح كله كان باين كنا حاطينه لا كان فرح من اكبر الافرح اظن ان الفرح ده لو كان طلع على السوشيال ميديا كان هيكون ترند مصر الاول بالفترة دي صح لأ كان هيعد فترة كبيرة طبعا بل لذلك فيه ناس بتعمل افرحها عشان تمبسط وعشان تفرح وتبقاش مستنيا ان الناس تولاوة وفرحك حلوة او تطلع ترند هم بيبقوا عاملينه عشان ينبسطوا لشخصهم بالذات طبعا انا عايزة اقولك انه انا كنت بدأتها يعني اتخيل فكرة انه الغي الفرح بعد ما ما عملت معاك الحلقة النهاردة انا اغيرت رقيه نحن افرح مصر كلها بس لا تعمل روح بس روحة بيت الفرح ولا انا شفتوا من صحابي بيعدوا بيه بقيت خايفة انه انا لو في يوم الايام جيت اتجاوز اعمل فرح هبقى كده تحت السباط وناس لا خالص هيا بيبقى اول ربع ساعة بس هتلاقي نفسك مخدودة كده بعد كده خلاص انت اصلا تبقي مش عايزة اليوم يخلص ده حقيقي بس لا طب والصحاب هل بيبقوا وحشين لا بيبقوا بس لها بس لها اقولك على حاجة الوحشين دول كده كده يعني انا دايما لما حتى على المستوى الشخصي الصحاب الوحشين كده كده خلاص يعني عارفة بقيت ايه احس بهم اوشموهم من بعيد زي ما بيقولوا فخلاص فبقيت ابعد واثر بس طبعا مفيش واحدة برضو هي تبقى معاها صاحبتها لحد ينفرحوا هي واحدة وحشة اكيد هتبان من قبل ايها هتبان غيرتها هتبان ان هي مثلا غيرانا منها يعني هيبان حاجات كتير او ده حاية فهمها فرق طب تنسحي تنسحي البنوتة بايه انها تعمل فرح وانها ما تقولش لأ اسافر ومعملش فرح انها يوم واحد في العمر تبقى دقيقة جدا في اختيار كل حاجة سواء الفستان الميكاب الشعر كل حاجة كل حاجة تبقى دقيقة جدا فيها لان الغلطة في اليوم ده هتفرم معاك جدا نصدالي ندمان عليها طول الوقت مش للدرجاتي لا قاعد يطوري يا ريتني كنت كذا ايا ريتني كنت عملت كذا صح بالضبط يعني فهمك فيه ناس لا فيه ناس بتبقى خلاص بتقفل بسبب القصة دي انا مبسوطة قوي 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 معاك وطبعا يا فاطمة انا وانتي لو قعدنا وصي انا عدت 3 سعيات ومشان خلص وللأسف وصلت الوقت اللي انا مش عايزة بيصله احنا في نهاية الحلقة ونورتين وشرفتين ومجد شغلك تحفى وشخصيتك احلى ومبسوطة ان انتي كنت معاي ونورت القناة هي انا كمان والله وعايزة اقول لكل بنيوتا اعملي فرحك حتى لو امكانيها بسيتها قوي حتى لو رسيت ان انتي هتلبيسي انتي هو بس ومعاك يمامتك وعايل يعني اسرتك واسرته دايك فيكي ان انتي تعملي فرح ببادشت صغير وتفرحي مش لازم البهرجة مش لازم لو تجيبي ناس غالية قوي مش نازم تكلفي تكلفة كبيرة قوي عشان تفرحي بس المهم اللي قوي 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 ان انتي تفرحي بليلة العمر وتلبسي الفستانة الابيض وهو الراجل الواسيم اللي جنبك لابس البادلة الحلوة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى يوم جميل ويبقى ذكرى لكم فلذلك عايز اقول لكل البنات ولكل الشباب اوعوا تترددوا ان انتم تعملوا حاجة تفرحكم حتى لو هتسافر انت وهي لوحديكم وتعملوا برايفت فارتي وتلبسوا البادلة والفستان وبرضو تفرحوا اعملوا ده بالنسبة للرجالة التاكسك والستات التاكسك انا اتكلمت عنهم قبل كده ربنا يعينكم على اللي انتم فيه وربنا يعني يشفيكم لانكم انتم قبلوا ما تكونوا مؤذين لغيركم فانتم مؤذين لنفسيكم واللي مش متأكد من قراره ومش عارف انه هو قادر يكلم متوجعش حد متوجعش حد وخليك الراجل كلمته من لسانه سيف على رقابته لما تطلع كلمة من بقك لو انت مش قدها ما تقولهاش لانك ساعتها هتبقى صغير قوي 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 في عين اللي انت وعدتها وخليت بيها وفي عين اللي حواليك وفي يوم الايام هتشوف نفسك قليل في عين نفسك لذلك بنات الناس مش لعبة اللي عايزة تجوز حد يبقى مقتنع تماما قبل ما يوعده وعد الجواز غير كده هتلعب هتحذر هتلفها الطور يريد تبقى صريح لانه لو انت ما دفعتش التمن فيه بنتك ممكن تدفع التمن امك اختك بنت خالتك عمتك اكيد حيكل لك انسة في حياتك حتتوجع زي ما وجعت بنات الناس وخليك قوية وخليك جاهزة واللي تعرضت للموقف ده لحمد الله ربنا بيحبك لانه قبل ما تبتدي مع مسيرة التضحية مسيرة الوفاء مسيرة العيلة والجواز والتفاصيل دي كلها ربنا وفر عليك ان انت يتعد بكل ده لانه شخص ما يستهلكيش وبنقول مبروك لكل عروسة فرحة قريب جدا ويا ربي تمام لها بخير وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة وحشتوني جدا وهتوحشوني تاني وحستن تعليقاتكم على سينيوريتا صباحكم زي الفلق رماغو